إزاي أفرق ما بين شخص مجرم بطبعه وشخص عنده مشكلة نفسية لأنه بقول لحضرتك في معظم الأضايا اللي بتطار شغل المحامين بيقول بقى الشخص ده عنده مشكلة نفسية عشان يخرج بره طائلة العقاب الجنائي إزاي ممكن تفرق إزاي؟ لازم بتعرض الجدة على هيئة طبية بتبقى مكونة من ثلاثة استشاريين في الطب النفسي بيفحصوا حالتها وشوفوا هل كان لديها اضطراب نفسي ولا لا فده رأي اللجنة لكن في حاجة احنا بنسميها إزاحة العنف يعني ممكن ما يكونش حد عنده اضطراب نفسي ولا حاجة لكن الجدة دي حسة أنه جتلها بنتها ببنتين وبقت تشكل عب عليها وعندها غضب شديد جدا من أبو البنت فسعاد تزيح الغضب اللي ناحية أبو البنت على البنت زي ما احنا بنقول كده بتطلع غلاف طلع غلاف في الولاد اه بالزبط كده فإزاحة العنف دي حاجة خطيرة وده اللي بيخلينا نقول أنه ممنوع أن احنا نتعامل بالإيذاء الجسدي أو بالضرب لأي طفل أو طفلة ليه؟ لأنه ساعات المربي أو المربية ينفجر غضبه وإحباطاته في الطفل يعني تكون هي الجدة دي محبطة أو غضبانة من أي حد أو من أي حاجة فبتنفجر غضبا وعنفا في هذه الطفلة البريئة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر